أصيبت في وجهها وكادت أن تتعرض للخطف لولا أن والدتها أنقذتها الطفلة حلى البالغة من العمر عشر سنوات من ملدة مادما جنوب مدينة نابلس المحتلة شاهد جديد على إجرام المستوطنين تحت حماية الاحتلال بصعوبة تستذكر حلى ما مر بها قبل ساعات حيث نقف الآن فقدت التالوعي بعد إصابتها بحجر بشكل مباشر في وجهها كانت تدرس أمام منزلها وفوجئت بمجموعة من المستوطنين يهاجمون المنزل بالحجارة بقيت واكف هنا بقيت أحفظون من تحندي يعرف أنه من نازلين من الثمين ولفت وجهه له الحجر أتف وجهه وأنا مغم علي في حال بك يسحبنا حسيت بسحفية ماسى شقيقة حلى كانت تجلس هنا قرب الباب أصيبت هي الأخرى بحجر في قدمها فهرعت إلى الداخل لتخبر والدتها بما حصل تحاول الأم لملمة جراح أطفالها يجلس الأطفال حولها كانت لحظات عصيبة مرت بها العائلة ظنت خلالها بأنها فقدت أكبر بناتها هي الأخرى أصيبت بحجارة المستوطنين بينما كانت تحاول إنقاذ حلى التي تبدو وقد تملكها الرعب من هول ما تعرضت له طلعت شفت بنتي ملقا مرمي على وجهها من هول المنظر رقطت عليها وقعدت أصرخ حلى حلى بنتي شوفي مالك ماما مالك شوفي وأصرخ بصوت عالي وهيك أهزها لها تصحى أبدا فما أعتبت إنه في حجر من تليميني أجاني فتطلعت على اليمين ولشوفت مجموعة ولابسين أقنعة عن قرب في واحد وفيه من وراء جماعة يعني كانوا هذا قريب كثير علي يعني في الشيادة بخمس متر بينه وبينه كل من كان في المنزل أصيب بحجارة المستوطنين حتى الطفلة الرضيعة كادت أن تفقد حياتها جدران المنزل الخارجية ما زالت تذكر الحادثة تتصعد وطيرة اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة على مدار الأسبوعين الماضيين يهاجم المستوطنون منازل المواطنين في القرى المجاورة خصوصا تلك الواقع قرب المستوطنات اليوم أنا بطل تأمن بصراحة أنا معطر عن شغلي وكاعد في الدار عندي عيالي وولاتي لأني خايف عليهم بس بدي بس ينظروا لها النظرة هاي اللي أنا فيها هان يعني حياتنا هان مأساوية صارت بصراحة كان هذا الاعتداء المختلف فيه أنه كان فيه هناك محاولة خطف للطفلة حلا كان عندنا إصابتين في منطقة كف الحارس بسلفيت لطفلتين ما حدث مع الطفلة حلا هو قصة تكررت عشرات المرات خلال السنوات الأخيرة أربعة منها خلال الشهر المنصرم في هذه المنطقة ما يولد الخوف لدى المواطنين من تكرار جريمة خطف وإحراق الطفل محمد أبو خضير أو جريمة إحراق عائلة دوابشي وطفلها الرضي علي من بلدة مادما جنوب نابلس المحتلة حافظ أبو صبره رؤيا شهدت الأسواق التجارية في محافظتي الكرك والطفيلة حركة تجارية اعتيادية قبيل المنخفض الجوي ولم تشهد المحافظتان أي ازدحامات في الشوارع أو اكتظاظ للمواطنين على شراء المواد الأساسية بعكس ما كانت تشهده المحافظتان خلال السنوات الماضية قبيل المنخفضات الجوية وخاصة مع توقعات لتساقط الثلوج ترجمة نانسي قنقر